السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع أعزائي الطلاب في هذا الدرس الجديد من الدروس المصورة في مادة الرياضيات لطلاب الصف الثامن بعنوان حل أنظمة معادلات بالحذف الجزء الثالث وهو الدرس الرابع من الوحدة الرابعة أهداف الدرس في هذا الفيديو أعزائي الطلاب سنحل تدريبات تتضمن كيفية أولا حل أنظمة معادلات جبريا بالحذف ثانيا تحديد الطريقة الأفضل لحل أنظمة المعادلات نبدأ هذا الجزء من الدرس كالمعتاد بملخص المفهوم حيث تعلمتم سابقا أنه بإمكانكم تطبيق خواص المساواة لحل أنظمة المعادلات الخطية جبريا بحذف أحد المتغيرين ومن هنا يمكن أن نطرح السؤال الأساس لهذا الدرس وهذا نصه كيف تستعمل خواص المساواة لحل نظام المعادلات الخطية؟ أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الإجابة تستعمل خواص المساواة لإيجاد حدين متشابهين في نظام المعادلات لهما معاملان متساويان أو متعكسان يمكن بعد ذلك استعمال الجمع أو الطرح لحذف أحد المتغيرين حيث يكون الحذف طريقة فعالة عندما يكون معاملاء أحد المتغيرين متساويين أو عندما يكون معاملاء أحد المتغيرين كل منهما معكوس الآخر مثلا في هذا النظام تلاحظون أعزائي الطلاب أن معاملاء المتغير X في المعادلتين متساويين وبالتالي في خطوة أولى لحل هذا النظام إطرح لحذف أحد المتغيرين كذلك في هذا المثال تلاحظون أن معاملاء المتغير Y في المعادلتين متعكسين إذن في خطوة أولى لحل هذا النظام إجمع لحذف أحد المتغيرين أما في حال كان معاملاء أحد المتغيرين ليس متساويين أو كل منهما ليس معكوسا للآخر كما هو موضح مثلا في هذا النظام في هذه الحالة اضرب أحد المعادلتين أو كلتيهما في عدد بحيث يصبح معاملاء الحدين المتغيرين المتشابهين متساويين أو كل منهما معكوس للآخر ثم إطرح أو إجمع لحذف أحد المتغيرين ننتقل الآن إلى التمرين 3 صفحة 30 من تدريبات عبر عن فهمك وهذا نصه ابني الحجج الرياضي فكر في نظام المعادلات أدنى هل تحل هذا النظام باستعمال التعويض أم باستعمال الحذف؟ وضح إجابتك أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا الإجابة على هذا السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحل لكن قبل ذلك هل تعلمون أعزائي الطلاب متى يكون حل نظام المعادلات باستعمال التعويض فعالا؟ أحسنتم التعويض طريقة مفيدة للحل عندما تكون إحدى المعادلتين أو كلتاهما مكتوبتين بدلالة أحد المتغيرين أو يمكن حل إحدى المعادلتين لإيجاد أحد المتغيرين بسهولة فلو اخترنا الحل باستعمال التعويض وفي الخطوة الأولى منه سنكتب مثلا المعادلة الأولى بدلالة Y كالتالي Y equals 2 and 3 over 16 minus 1 and 3 over 4 X في الخطوة الثانية سنعوذ بالمقدار 2 and 3 over 16 minus 1 and 3 over 4 X عن Y في المعادلة الثانية بعض التعويض تصبح المعادلة الثانية كالتالي 1 over 4 X minus بين قوسين 2 and 3 over 16 minus 1 and 3 over 4 X equals negative 1 and 11 over 16 وكما تلاحظون فإنه في عملية الحل بالتعويض سنحتاج لهتين الخطوتين قبل البدء حتى بحل المعادلة لإيجاد قيمة أحد المتغيرين وهو هنا X لكن لو جربنا الحل بالحذف وبما أن المعادلتين في النظام تتضمنان حدين متعاكسين يكفي إذن في الخطوة الأولى أن نجمع المعادلتين لنحصل على 1 and 3 over 4 X plus 1 over 4 X equals 2 X plus Y plus negative Y equals 0 equals 2 and 3 over 16 plus negative 1 and 11 over 16 equals 8 over 16 أي أن 2X equals 1 over 2 وبالتالي في خطوة واحدة حصلنا على معادلة بسيطة سنحلها لإيجاد قيمة أحد المتغيرين وهو هنا X إذن استعمال الحذف أسهل لأن المعادلتين تتضمنان حدين Y متعاكسين أما طريقة التعويض فهي أقل فعالية وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال الوارد في هذا التمرين لكن بعض الطلاب يمكن أن يطرحوا السؤال التالي هل يمكنك حل هذا النظام بيانيا؟ رائع بطبيعة الحال نعم يمكنك ذلك ولكن الحل بيانيا سيكون طريقة أقل فعالية لأن التمثيل البياني لنظام المعادلات لن يعطي حلا دقيقا وإنما تقريبيا والحل في هذه الحالة سيكون ممثلا بالزوج المرتب 1.75 and 0.25 ننتقل الآن للتمرين 6 صفحة 30 من تدريبات طبق فهمك وهذا نصه حل نظام المعادلات التالي باستعمال الحف أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحل لكن قبل ذلك هل هذا النظام يحتوي على حدود متشابهة متساوية أم متعاكسة؟ أحسنتم في هذا النظام معاملة X و Y ليس متساويين وليس متعاكسين إذن كيف يمكن حذف أحد المتغيرين؟ رائع يمكن حذف أحد المتغيرين عند ضرب أحد المعادلتين أو كلتيهما في عدد بحيث يصبح معاملي أحد المتغيرين متساويين أو متعاكسين وبالتالي ما الأعداد التي يمكن أن تضرب فيها المعادلتين الأولى والثانية لتستعمل الحذف لحل النظام؟ ممتاز، مثلا لحذف المتغير X يمكن أن تضرب المعادلة الأولى في 5 والمعادلة الثانية في 7 لنحصل على الحد 35X في كل من المعادلتين ثم تطرح المعادلتين ومنه في الخطوة الأولى من الحل اضرب المعادلة الأولى في 5 فنحصل على المعادلة 35X plus 70Y equals 140 ثم اضرب المعادلة الثانية في 7 فنحصل على المعادلة 35X plus 70Y equals 140 في الخطوة الثانية من الحل طبق خاصية الطرح للمساواة لطرح المعادلتين وحذف المتغير X لنحصل على 35X minus 35X equals 0 plus 70Y minus 70Y equals 0 equals 140 minus 140 equals 0 يعني أن 0 equals 0 وهذه النتيجة هي جملة صحيحة إذن هذا النظام له عدد لا نهائي من الحلول وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال الوارد في نص هذا التمرين ننتقل الآن إلى التمرين 9 صفحة 31 من تدريبات تدرب وحل مسائل وهذا نصه إذا جمعت عمر هدى وعمر ريم تحصل على 44 وإذا جمعت عمر ريم وثلاثة أمثال عمر هدى تحصل على 70 المطلوب أكتب نظام معادلات وحلة باستعمال الحذف لإيجاد عمر كل من هدى وريم أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحل في خطوة أولى أكتب نظاما من معادلتين لتمثيل الموقف الوارد في نص المسألة وليكن إذن X المتغير الذي يمثل عمر هدى وY المتغير الذي يمثل عمر ريم وبالرجوع لمعطيات المسألة فإن مجموع عمر هدى وعمر ريم مساون ل44 وبالتالي فإن X أي عمر هدى plus Y أي عمر ريم equals 44 كذلك وحسب المعطيات دائما فإن ثلاث أمثال عمر هدى أي 3X plus عمر ريم أي Y equals 70 وهكذا نكون قد حولنا المعطيات الواردة في نص المسألة إلى نظام من معادلتين في الخطوة الثانية وبما أن النظام يتضمن حدين متساويين طبق خاصية الطرح للمساواة لطرح المعادلتين وحذف Y لنحصل على 3X minus X equals 2X plus Y minus Y equals 0 equals 70 minus 44 equals 26 يعني أن 2X equals 26 لعازل المتغير X اقسم طرفي المساواة على 2 بعد التبسيط سنجد أن X equals 13 أي أن عمر هدى هو 13 عام في الخطوة الثالثة أوجد قيمة المتغير الآخر أي Y ولتحقيق ذلك يكفي أن تختار إحدى المعادلتين وتعوض فيها عن X ب13 مثلا لو اخترنا المعادلة الأولى X plus Y equals 44 بعد التعويض سنحصل على 13 plus Y equals 44 ولعازل المتغير Y سنطرح 13 من طرفي المساواة بعد التبسيط سنجد أن Y equals 31 أي أن عمر ريم هو 31 عاما إذن في الأخير سيكون عمر هدى هو 13 عاما وعمر ريم هو 31 عاما وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال الوارد في نص المسألة ننتقل الآن إلى التمرين تان صفحة 31 من تدريبات تدرب وحل المسائل وهذا نصه استعمل الحذف إن أمكن لحل نظام المعادلات أدنى أوقفوا الفيديو عزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحل لكن قبل ذلك كيف يمكنك عزيزي الطالب حذف أحد المتغيرين؟ أحسنت مثلا لحذف المتغير X يمكن أن تضرب المعادلة الأولى في 4 والمعادلة الثانية في 5 لتحصل على الحد 20X في كل من المعادلتين ثم تطرح المعادلتين ومنه في الخطوة الأولى من الحل اضرب المعادلة الأولى في 4 فتحصل على المعادلة 20X plus 40Y equals 28 ثم اضرب المعادلة الثانية في 5 فتحصل على المعادلة 20X plus 40Y equals 15 في الخطوة الثانية طبق خاصية الطرح للمساواة لطرح المعادلتين وحذف المتغير X لتحصل على 20X minus 20X equals 0 plus 40Y minus 40Y equals 0 equals 28 minus 15 equals 13 يعني أن 0 equals 13 وهذه النتيجة هي جملة غير صحيحة إذن هذا النظام ليس له حل وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال الوارد في نص هذا التمرين نصل الآن إلى التمرين الأخير من درسنا اليوم وهو التمرين 16 صفحة 32 من تدريبات تدرب على الاختبار وهذا نصه 4 ضرب العدد R زائد نصف العدد S يساوي 12 ضعف العدد R زائد ربع العدد S يساوي 8 المطلوب ما هما هذان العددان؟ أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحل لكن قبل ذلك كيف يمكنك عزيزي الطالب إيجاد العددان؟ أحسنت بما أنه يوجد متغيران في المسألة R و S نحتاج إذن لكتابة نظام من معادلتين ثم حل النظام لإيجاد المتغيرين لذلك في الخطوة الأولى من الحل اكتب نظاما من معادلتين لتمثيل الموقف الوارد في نص المسألة حسب المعطيات الواردة في نص المسألة فإن 4 ضرب العدد R أي 4R زائد نصف العدد S أي 1 over 2S يساوي 12 أي 12 كذلك وحسب المعطيات دائما ضعف العدد R أي 2R زائد ربع العدد S أي 1 over 4S يساوي 8 أي 8 وهكذا نكون قد حولنا المعطيات الواردة في نص المسألة إلى نظام من معادلتين الآن ما هو العدد الذي يمكن أن تضرب فيه المعادلة الثانية لتستعمل الحذف لحل نظام المعادلتين؟ ممتاز يمكنك أن تضرب بالعدد negative 2 للحصول على حدين متعاكسين في المعادلتين ثم تجمع المعادلتين كالتالي فتحصل على المعادلة التالية negative 4R minus 1 over 2S equals negative 16 في خطوة ثانية وبما أن النظام يتضمن حدين متعاكسين طبق خاصية الجمع للمساواة واجمع المعادلة الناتجة مع المعادلة الأولى لحذف المتغير R لتحصل على 4R plus negative 4R equals 0 plus 1 over 2S plus negative 1 over 2S equals 0 equals 12 plus negative 16 equals negative 4 يعني أنه 0 equals negative 4 وهذه النتيجة هي جملة غير صحيحة إذن لا يوجد عددان R و S يحققاني المسألة إذن هذا النظام ليس له حل وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال الوارد في نص المسألة إلى هنا أعزائي الطلاب نصل إلى نهاية هذا الدرس شكرا على حسن المتابعة والانتباه وإلى اللقاء في درس جديد من الدروس المصورة في مادة الرياضيات للصف الثاني